مرحب بكم مرة تانية كلنا ربما تابعنا زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مبارح إلى مملكة البحرين واللي كانت المحطة التانية فيه جولته الخارجية بعد امتهاء الزيارة اللي قام بيها إلى سلطنة عمان مبارح أجريت مراسم استقبال رسمية لسيد الرئيس في قصر السخير بالعاصمة المنامة الزيارة دي ربما كان لها أهمية خاصة جدا وبتعكس دلالات قوية جدا وتاريخية سواء ما بين مصر أو ما بين مملكة البحرين ما بين بشكل عام الأمن الخليجي أو الأمن القوم العربي كله خلينا نتعرف بشكل أكثر تفصيلا عن أهمية هذه الزيارة عن الملفات اللي طرحت واللي حتطرح ضفت النهاردة في السوديو صباح الخير يا مصر الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام صباح الخير صباح خير صباح خير لحضراتكم صباح خير يا مصر أستاذ أشرف يعني ما بين جزب السمارات الخارجية وبين الإعداد لقمة الرياضة المرتقبة أشياء كثير جدا ربما يعني قرأتها في الصحافة العربية وربما في الصحافة الدولية تحدثت عن التحركات التي تحدث مؤخرا في منطقة الشرق الأوسط انعكسات ما يقال على جولة الرئيس الخليجي خليني الأول يعني في تساؤل لبعض الناس صار مبارح رئيس سيسي قبل ما يغادر سلطنة عمان عمل اجتماع موسع مع نائب رئيس الوزراء العماني فالبعض قال إيه ده نائب رئيس الوزراء العماني هو اللي بيلتقي بالرئيس السيسي الناس ما تعرفش أنه النائب رئيس الوزراء العماني هو الرجل الأول في الدولة بعد السلطان النائب رئيس الوزراء فهد بن محمود فهد بن محمود ده بيعتبر يعني المسؤول السياسة الداخلية والخارجية الأول لأنه السلطان هو نفسه رئيس الوزراء والسلطان كان اجتمع مع رئيس السيسي وبالتالي عندما يلتقي أمس نائب رئيس الوزراء العماني مع الرئيس كأنه يعني الشخصية التانية في الدولة هو اللي لتقت دي نقطة معنش حبيتها يعني إيه استهلات أستهل بيها لأن البعض سألني إيه ده هو ده نائب رئيس وزراء ده نائب رئيس وزراء بمقام رئيس وزراء واكتر كمان تمام الجولة اللي بيقوم بها الرئيس السيسي لسلطانة عمان والبحرين لا يمكن أن نفصلها على الاجتماعات اللي تمت في القاهرة خلال الأسبوع الماضي جاء إلى القاهرة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى والملك عبد الله الصيني ملك الأردن وولي العهد الصعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد وأمير كطر الأمير تنين الزيرات دي كلها فيه رابط بينها صحيح إيه الرابط بينها إنه كل الدول دي هتشارك في القمة اللي ستعقد في المملكة العربية السعودية في منتصف الشهر وهتبقى دول الخليج ومصر والأردن والعنى وهيشارك فيها في جزء منها الرئيس الأمريكي بايدن إذن كل هؤلاء جاءوا إلى مصر ومصر ذهبت إلى العمان والبحرين للتجهيز للتنصير توحيد الرؤى للإستعداد لهذه القمة هذه القمة هتكون يعني ذات أهمية كبيرة جدا لأنها ستبحث الأمن الإقليمي وأمن الطاقة ومواجهة الإرهاب والعلاقات الصينقية والاستثمارات في المنطقة زائد أنه الزيارات بتاعة الرئيس السيسي الخارجية دايما بيبقى فيها شق اقتصادي عالي جدا دايما بياخد معاه وزراء مجموعة اقتصادية وبياخد معاه رجال أعمال وخرايط جاهزة للمشروعات الاستثمارية في مصر وشوفنا ده لما تعارض مبارح في سلطنة عمان والنهار ده حيتعرض في البحرين إذن القمة أو القمم اللي حصلت يعني في اغتامها هتكون البحرين وطبعا هذه ليست نهاية المطاف قبل القمة اللي ستعقد في المملكة العربية السعودية هيكون في لقاءات تانية ده كله يعني بيصب في مصلحة مصر من ناحية التنسيق الخارجي وبيصب في مصلحة مصر من ناحية يعني عرض الفرص الاستثمارية في مصر لأنه احنا عملنا بنية تحتية وعملنا شجل حلو جدا لكن الناس مش هتجي لك جيل لما تعرف انت عندك ايه وانت بتعرض عليهم وفيه فرص كويسة قوي متاحة في الفترة الحالية خاصة انه دول الخليج والعالم كله شاف الاستثمارات في الغرب غير مأمونة يعني الاستثمارات والودائع الروسية اللي في اوروبا والولايات المتحدة اللي تم تجمدها ودي روسيا طيب الاستثمارات الدول التانية ممكن يحصلها ايه وبالتالي لما يبقى عندك قوانين استثمار مارينة زي اللي احنا عملناها وعندك بنية تحتية كويسة جدا وعندك عمالة دربت وعملت في مشروعات عملاقة يبقى انت خلال مثل هذه اللقاءات والزيارات هتقدر يعني تكتزب المزيد من الاستثمارات الخارجية مصر خانية كلمة حضرتك ان العنوان الرئيسي يمكن هذه الزيارة الشراكة الاستراتيجية ايه مصارات التعاون تاني بين مصر والبحرين مصر والبحرين علاقة مميزة جدا يعني مصر من اوائل دول العالم اللي اعترفت بالبحرين سنة 71 ومصر اعترفت بالبحرين لما تحولت الى مملكة ومصر وقفت مع البحرين لما تعرضت لمحاولات خارجية للتخريب ايام احداث ميدان اللقلقة وجرها في 2012 و2013 والمواقف المصرية مع البحرين والمواقف البحرينية مع مصر جيدة جدا البحرين بلد رغم انه بلد صغير لكن متوسط دخل الفرد فيه عالي العمالة المصرية بطلقة تأدير فيه عندهم يعني ناتج كل حوالي يقترب من 40 مليار دولار العدد السوقين اقل من 2 مليون وبالتالي احنا نقدر من خلال العلاقات الاقتصادية الجيدة ان احنا نكتازي باستثمارات بحرينية في قطعات ايه؟ يعني شفنا السعودين استثمروا في الصحة وفي التعليم شفنا الاماراتين باستثمروا في الطاقة وفي المشاريع اللي ليه علاقة بالتكنولوجيا يعني بنشوف كل دولة ليها هاتمامات تفتكر البحرين او رجال الاعمال البحرينيين هيهتموا بايه في مصر؟ بص راجل الاعمال في اي بلد في العالم بيبص في المجالات اللي فيها ربح اللي فيها عائد وانت عندك مجالات كتير جدا فيها ربح وفيها عائد يعني ممكن يتم الاستثمار في مجال السياح ممكن يتم الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية ممكن يتم الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة البحرين متميزة في قطاعات يعني عندهم مثلا قطاع انتاج الامونيا جيد منسوجات جيد صدرات بيترولية جيد لكنه في قطاعات تانية في عجز في الامتاج فيها فبيحتاجوا ممكن خبرات مصرية ممكن عمالة مصرية جيدة فانت تقدر تستجل رغبتهم في ان هم يجوا عندك يشوفوا الخريطة الاستثمارية عندك وخاصة من البلد على وقشك انها تعمل حاجة جيدة جدا وجاذبة اللي هو وصيقة ملكية الدولة وصيقة ملكية الدولة الدولة قالت انها تتخرج من بعض القطاعات وبالتالي ستفتح هذه القطاعات للقطاع العام القطاع الخاص المصري والمستثمرين العرب وبالتالي هيبقى عندهم فرص كويسة جدا انت البنية التحتية اللي عملتها تقدر تكتزب اي مستثمر في العالم مصر بلد كبيرة دلوقتي عندها المرافق جيدة شبكة المواصلات جيدة عندها سوق كبير عندها امكانيات من خلال اللوجستيات ومن خلال الموالي وعندها عمالة وجهة المرات وبالتالي رجل الاعمال البحريني قدامه فرص كتير جدا انه يجي يستثمر فيها احنا بلد بكر رغم كل حاجة اللي ان احنا عندنا فرص في كل حاجة حتى المجالات اللي انت ممكن تكون محقق فيها اكتفاء ممكن تيجي وتنتج فيها وتعيد التصدير وانت عندك اسواق اخرى رايبة من مصر يمكن ان تصدر لها ممكن انت تبقى نقطة ارتكاز زي ما بيعمل الصينيين والروس للتصدير لاوروبا وعفوا لافريقيا وباردك تقدر تصدر حاجات كتير جدا لاوروبا وبالتالي فالمجالات كلها مفتوحة للرجال الاعمال من البحرين وغير البحرين انه يجي يشتغلوا في مصر نتكلم عن توطرات في العالم كله دلوقتي بشهدها العالم في الوقت اللي فيه الاشقاء العرب يتكتفوا يتضفروا حوالين الجهود انهما خلص نبقى وحدة حقيقية في مختلف المجالات زي ما حضرتك عشرت دلوقتي كلمنا عن دور مصر بقى خليني اقول في الربط ما بين التوازن خليني اقول الاقليمي والعربي هو مصر في وضع جيد جدا لانها مورطتش نفسها في الصراعات الاقليمية بتنتهج سياسة يعني دبلوماسية تؤمن بالحل السياسي والحل الدبلوماسي دخل مصر في موقف جيد بتحاول انها تتجنب الاستفزازات من اي طرف ما ان احنا عارفين على مدى السنوات اللي فاتت كان فيه جهات كتيرة جدا بتحاول تعمل وقيعة بين مصر وجران عرب وغير العرب وناس تحاول تورطنا في حروب هنا او هناك مصر التزمت يعني ضبط النفس اه ضبط النفس لم نذكر اسم اي شخص صحيح وحتى بعض الناس اللي كان فيه تجاوز اتجاه مصر في مرحلة ما قدرت مصر انها يعني تتسكتهم وتتخطى هذه المرحلة ويبقى فيه يعني علاقة افضل زي قطر على سبيل المثال وبالتالي ده بيخلي فيه ثقة في مصر ده نمرة واحد نمرة اثنين مصر هي القوة العسكرية الاولى في المنطقة واحدى القوة العسكرية العزمة في العالم وبالتالي لما يكون فيه تهديدات للاقليم للخليج ومصر بتقول انا معاكو انا رئيس السيسي دايما يقول ان خليج من عمنا مصر مسافة السكة وبالتالي الدول العربية دايما نعنيها على مصر وده مش جديد ده جزء من التاريخ المصر والمصريين ان لما كانت بتتحرك يعني حملات غاز وخارجات لم تكن تقف الا على ابواب مصر عبر التاريخ كل الغزاء الكبار التار والصليبيين وبتاع لولا مصر كان زمانهم اكتاحوا المنطقة بالكان حتى نهاية الدولة العثمانية بدايتها بدأت من مصر الانتصارات اللي تمت عليها من بداية القرن التسعة عشر وايام محمد علي وجيره وبعدها تحولت الدولة العثمانية الى رجل اوروبا المريض اللي لولا التدخلات الغربية ما كانش عاش مئة سنة كمان لمجرد بس تبقى بفرزون او منطقة عزلة بين اوروبا وروسيا وبالتالي فمصر هي القوة للكل كل في الاقليم حاطت في دماغه ان هذه دولة محفوظة من عند الله وشوفنا نموذج لما حصل ما يسمى بصورات الربيع العربي والاخوان سيطاروا والناس تصوروا خلاص ان الدنيا انتهت وان صورات الربيع العربي لم تكن تقف عند حدود مصر فقط ولكنها كانت ستذهب الى المشرق العربي كما زهبت الى المغرب العربي بدءا من تونس وليبيا ولكن عندما كسرت في مصر وكسرت على ابواب القاهرة في 30 يونيو كسرت في المنطقة العربية بالكامل وبالتالي ده جزء اللي بيخلي دايما فيه ثقة في مصر وفيه ثقة في قدرات مصر وبيخلي فيه تعاون ولما تيجي المملكة العربية السعودية تستضيف القمة اللي هيشارك فيها بايدن تبقى مصر لاعب أساسي فيها ومحور المشاورات والتنسيق اللي بيتم في الفترة اتساقا مع ما تقوله من ان مصر قوى ضريبة في الاقليم عسكريا وسياسيا وديبلوماسيا وان قمة الرياض ستعقد بحضور الرئيس بايدن ما يثار عالميا حول انشاء نيتو عربي رايح فين وجاي منين وجدواله ازاي في قمة الرياض القادمة معلوماتك يا جزي هو ما يتعلق بالنيتو العربي يعني لن يتم بالشكل للبعض ويتصوره لانه عشان تعمل نيتو عربي ده محتاج سنين ومحتاج تجهزات لكن ما يتغدد في الاعلام الاسرائيلي ان البداية هتكون نظام انظار مبكر جماعي في المنطقة بمعنى منظومات رادرية في المنطقة بترصد اي سواريخ جاية من اي اتجاه والدول تبلغ بعض وده امر مهم جدا لانه شفنا الفترة اللي فاتت سواريخ الحسيين اللي حاولت تستهدف منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية وفي الامارات وبالتالي لما يكون عندك منظومة رادرية متكاملة مش كل دولة الوحدها وطبعا يعني في محاولات لاشراك اسرائيل فيها كطرف اساسي ومتقدم في هذا المجال وعندهم القبة الحددية لا مش القبة الحددية اسرائيل عندها الان اربع انظمة تصدي الصواريخ كلها انظمة متقدمة جدا اولا القبة الفلازية او الحددية دي بتتصدي للصواريخ خصيرة المدى في حاجة اسمها مقلع دوود للصواريخ متوسطة المدى في حاجة اسمها حيتس او ارو للصواريخ طويلة المدى الباليستية وما الى ذلك واسرائيل خلال ايام ستظهر علنا نظام دفاع صاروخ جديد غير مسبوك في العالم نظام دفاع بالليزر ان تضرب صاروخ يتم تصدي ليه باشعة ليزر علشان تطلع حاليا عشان تطلع صاروخ من القبة الفلازية بتكلفه مئة الف دولار علشان يتصدل صاروخ من صاروخ المقاومة متكلف خمسمائة دولار صحيح ممكن لقال له والله لا الجديد بقى الاشعة الليزرد دي مش هتتكلف مئة دولار وهتتصدل اي حاجة وبالتالي بعض الدول العربية شايفة انه يمكن الاستفادة من هذه التجربة لانه اسرائيل دولة دايما في حالة خوف وبالتالي بتعمل دائما على تطوير الوسائل الدفاعية لكن مش معنى ده ان احنا هنبقى نيتو عربي بمشاركة اسرائيل وهنتحرك في حروب جامعية بتاع لكن هيبقى نوع من التعاون لحماية الاجواء فقط والحد دلوقتي هم ما اتفقوش على قلية العمل هل هيبقى فيه نظام اتصال فوري للابلاغ ولا هيبقى فيه زي زي النظام الامريكي مثلا ولا هيبقى فيه اتصالات تليفونية ولا هيبقى فيه اتصالات عبر الكمبيوتر ده فيه صاروخ ماشي في الحتاة دي بتاع كده كلها افكار بتطرح وبتم منقشتها ولم تتم بالوريتها لكن ليست لدرجة نيتو عربي في المرحلة خلينا نكلم عن وجه تعاون من شكل تاني ومهمة جدا بالنسبة لنا مش بس في مصر لكن في الدول العربية ككل وهي أوجه التعاون الاقتصادي نتكلم النهاردة عن زيارات متعددة بين رؤساء وملوك الدول العربية خلينا نتكلم عن مصر والبحرين هل فيه أوجه تعاون يمكن استثمارية اقتصادية في المستقبل بالتأكيد بالتأكيد يعني أنا زي ما قلت أنه عدد سكان البحرين قليل الدخل جيد قوي جيد جدا قيمة العملة البحرينية قيمة عالية المتوسط دخل الفرد كويس وبالتالي هم عندهم فرص يعني جيدة جدا في الاستثمار في مصر وغير مصر وعلاقاتهم وثيقة جدا بالمصريين وفي نفس الوقت عندهم توسعات بالتمنى لأنه البحرين وجهة سياحية يعني من أهم الوجهات السياحية للمملكة العربية السعودية والخليج وبالتالي في فرص خبراتنا في مجال السياحة تبقى عندهم واستثماراتهم تبقى عندنا وزي ما قلت الرئيس دايما لما بيسافر بيبقى معاه يعني ملف كامل بالمشروعات الاستثمارية اللي ممكن الآخرين يشاركوا فيه وبيبقى فيه رجال أعمال وبيبقى فيه وزراء مجموعة اقتصادية وبرك يعني يمكن للمستثمرين البحرانيين الدخول في مجالات كتير جدا في مصر المجال الزراعي يعني اخشفنا الرئيس المفضل الأوروبية لما جات اتكلمت عن استثمارات في مجال الطاقة اتكلمت ايضا في الزراع اتكلم الطاقة واكد قالت لك زراع وحنا عايزين المصريين يزرعون لنا ومش فاكر كان فيه مبلغ كان 100 مليون دولار تقريبا او يورو من اجل يقامة مشروعات زراعية تقام في مصر وطل التصدير الى اوروبا في ظل الازمة الرسال الاوكرانية بخصوص الأمحة والغلال وخلافه هل ممكن ان يتكرر الامر مع الخليج ان احنا نزرع هنا مخصوصا ان فيه مشروعات ضخمة جدا بالتأكيد المجال الزراعية يعني خلي بالك مصر من اكبر مصدري الفواكه لدول الخليج العربي الاسواق الخليجية بما فيها البحرين المصدر الاساسي بتاع الفكهة فيها هو مصر ده حاجة حاجة تانية كمان احنا خلال المشروعات اللي عملناها في الفترة الاخيرة زي الريف المصري وزي مشروع مستقبل مصر واحياء مشروع توشكة وكل المشروعات اللي بتتعمل ده زود الانتاجية بشكل عالي جدا وبقى فيه صدرات غير مسبوقة في مجال الفكهة والخضروات وايضا المجال مفتوح للاستثمار الخليجي انه ييجي وياخد اراضي ويزرعها او ينتج فيها او يعمل تصنيع للمواد الزراعية ودي من الحاجات اللي دول الخليج بتنجذب له يعني مثلا عايز اقولك انه معظم المنتجات الزراعية السعودية والاماراتية تتم خارج الحدود واخدين مثلا مساحات كبيرة جدا من الاراضي في اسيوبيا في السودان سودان زرعين في الارجنتين في البرازيل وبيمتجوا فيه بيستغلوا العمالة في هذه البلدان والمساحات الاراضي الشاسعة والمناخ والمناخ واموالهم بيقدروا يعملوا حاجات كثيرة حضرتك يمكن قلت حاجة مهمة جدا في الاول وهو هم عايزين اي حد عايز يستثمر هيشوف انت عندك فمشارات التنمية الاخيرة اللي قامت بها الدولة في الحقيقة هي مصدر جذب لأي حد عايز يستثمر فيه مناخ استثماري خزب الجهود المصرية العربية مش وليدة اللحظة وليدة تاريخ فات وسنين كثيرة فاتت وهيبقى فيه تعاون اكتر واكتر على مستويات عدة وعلى مجالات عدة كل شكر لك الأستاذ أشرح أبلهول مدير تحرير جريدة الأهرام على وجودك معنا وعلى المعلومات القائمة لحضرتك زودتنا بياخل الحلقة نورتني أفند الله يكبر شكرا